اشتركوا في القناة الحكايات دي بتعبر عن مشاعرنا بتعبر عن احلامنا وهي حياتنا كلها عبارة عن ايه ما هي قصص وحكايات وكلها بتعبر عن شخصياتنا الحقيقية الحقيقة انه احنا لسه مكملين معاكم رحلتنا جوه الكتب والحكايات بستمتع جدا وانا كل حلقة بفتح معاكم صفحات كتاب جديد نعرف بيتكلم عن ايه نعرف ايه حكايته الحقيقة انه كتبنا النهاردة عن دراسة للكشف عن شكاف المصري وطبعا زي ما ناس كتير عارفا انه انتوانشكوف الملقب بابه القصة القصيرة في العالم كله هو كاتب بدأ مسيرته كمؤلف للحكايات وللقصص القصيرة وده لانه عنده اسلوب مبتكر جدا ومميز جدا للسرد وتحديدا للسرد في القصص القصيرة وطبعا في الحكايات الحقيقة انه الكاتب اللي معانا النهاردة هو الدكتور سامح الجباس وهو قرر انه يعمل كتاب يقدم فيه دراسة علشان يحل الاشكالية بتاعت مين من الاديبين او مين من الكتاب اذا كان الاستاذ محمود البدوي او الكاتب يوسف ادريس يستحق لقب شكاف المصري وسمى كتابه الكشف عن شكاف المصري هنعرف اكتر من الكاتب اللي بنورنا النهاردة ليه قرر يبحث في هذا الموضوع ليه بالذات القصة القصيرة وليه الكاتبين دول بالتحديد علشان نقدر نعرف اكتر تفاصيل منه عن كتابه بس قبل ما استقبل ضيفي اللي هنورني النهاردة في الستوديو خلينا نروح نشوف مع بعض روفايل عن كاتب القصص القصيرة والروائي الاستاذ خيري شلبي ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم وصفه نجيب محفوظ بانه امير الروائيين الصاليق هو الكاتب الكبير خيري شلبي كاتب وروائي من طراز خاص فهو صاحب مدرسة الرواية الواقعية واللي قدر من خلالها انه يعبر عن الطبقات البسيطة وصفوه بانه عاشق الريف المصري ودال انه نقل كاف التفاصيل لعالم الرواي حتى تحول ابطال روايته وعالمهم لرحلة اسطورية بيعيش القارئ فيها ولد الكاتب في 11 يناير عام 1938 بقرية بسيطة بمحافظة كفر الشيخ ولان اعماله الادبية امتازت بالواقعية الشديدة حولها المخرجين لاعمال فنية واللي اصبحت علامات في تاريخ الفن المصري زي مسلسل الوتن بطولة الفنانة هدى سلطان ويوسف شعبان وغيره من الاعمال الدرامية وعالخير يا حجة يا صباح الخير يا صباح الهاني يعني مش بعادة يا درويش الفجر يبدن وانت لابت في حضنه لا دعني اتضيت وصلت ركعتين لله هو الشيخ صحيح الشيخ في الجامع من قبل الأداة وفي حد زي الشيخ طولبي حبيب أمه النبي أشرف خليجة الله احنا كلنا عايشين على بركته بركتك انت فجل كل يا امه على مدار مشواره الأدبي نال الكاتب الكتير من الجوائز من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ومن أبرز رواياته السنيورة، الأوباش والشطار رحل عن عالمنا الكاتب والأديب خيري شلبي في 9 سبتمبر عام 2011 وده بعد مسيرة حافلة في الأدب العربي حفرت اسمه بحروف من نور في التاريخ رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا نكملين حلقتنا ودلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير ثورته كاميرا يحكي أنه في زيارة لمكتبة الكاتبة دوحة عاصي خلينا كده نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية فكرة المكتبة أصلا منذ بالي هي فكرة هي فكرة من الطفولة جدا بابا لا يرحمه كان قارئ ناهم يعني ونقدر نقول المثقف الكبير فكان عندي نموذج ده في البيت نموذج القبل لكل ما يرجع بيبقى شارك كتب جديدة وأنا يعني كنت البنت الكبيرة وكني مرتبطة ببابا جدا فكان أول من أي سوفر من أي خروج من أي حتى بيبقى معاي كتب يعني بيدخل البيت معا كتب أنا طول الوقت كنت بتعمل مع مكتبة بابا لأنها ما كتبتي يعني لما بدأت أكبر شوية بدأت أنا أشتري كتب فبرضو بقينا نحطها في البيت فبقى في مكتبة أسرية يعني كل واحد بيحط الكتب اللي هو بيشتريها هو أنا غالبا ما عنديش مدرسة في القرية بمعنى أن مش فلان ده أنا بحب أقرأ له ما عنديش الحتة دي للحقيقة بس أنا دايما الموضوعات يعني الموضوع ده عايزة أعرف فيه أكتر فبروحي الموضوع وببتدي أشتري الكتب أو أطلع على الكتب سواء بقى أدور عليها في مكتبة بابا لو موجودة لو مش موجودة بشتريها في الموضوع يعني أتذكر لما كنت بشتغل على رواية غيون فرنسية حاولت أن أنا أجيب رأي الأتراك فجبت كتاب مترجم لمؤرخ تركي اسمه نيكولا تورك مع رأي جبارتي مع أن أنا حاولت أقرأ الفرنسيين نفسهم كاتبين إيه عن الموضوع مع حاولت أقرأ حتى ناس برا القصة بس أكيد بيقرأوا لتاريخ العالم زي الروس مثلا أنا بدأت أكتب متأخر على فاكرة يعني بدأت أكتب في التلاتينات فما كانش عندي بقى فكرة اللي هو الإيه مش الفانز يعني مش الكاتب اللي هو أنا فيه كاتب بقى وكده لا أنا بحب القرأة بحب المعرفة والقرأة وسيلة للمعرفة وبحب الأدب طبعا في الوناس هويرا كنت بحب جداً بحب جداً يوسف إدريس جداً يعني من الناس اللي كنت بحب أعرأ لهم قوي وكنت بحب أعرض شي خوف في القصة القصيرة أنا قريت أدب روسي كتير من طفولتي وده يمكن لأنه كان في الوقت ده الروس نفسهم أو السوفيات وقتها كانوا مهتمين جداً أن هم يترجموا أدبهم وكانوا بيوفروه في دول كتير بسعر بسيط فكات الناس كلها بتشتري الأدب روسي أنا بحب أعرف تاريخ جداً فعندي كتب في تاريخ كتير قوي بحب أعرف الأديان عندي مقارنة أديان مهتمة جداً بموضوعات سياسية فعندي كتب عن التاريخ السياسية بالذات في مصر يعني أنا بكتب في أي حتى يعني زي ما بقعرف في أي حتى أنا ممكن أقعرف في مكان ما حدش أتخيله أبداً يعني فالكتابة نفسها لا بكتب في أي مكان وفي أي ظرف لو الفكرة مسيطرة علي اللي بيحتاج مني تركيز بقى في الآخر هو المراجعة يعني لو بعد ما خلصت كتابة بفتك الرواية ما يوربقى القاهرة دي كتبت قصائص ورق يعني مر على منزيل حتى جات في دماغي في كتبتها على منزيل مر على حرفه جرنون حاجات كده يعني وبعدين قعدت أجمعها بقى في الآخر وكتبها على الورد يعني باجي بقى اللي هو التركيز ده اللي هو التركيز ده لازم بيكون ده في المراجعة يعني بحتاج وقت إن أنا أمسك النص وركز فيه ده ما بينفعش يبقى برا البيت وما بينفعش في أي مكان وطبعاً لازم يكون حوالي دانية هادية عشان أعرف أركز تجعنا لحضراتكم مرة تانية ودلوقتي خلينا نتقابل مع دفتنا الكاتبة سامة هاني واللي هتكلمنا أكتر عن ترشيحات بأهم كتب القصص القصيرة وأهم كتاب القصص القصيرة مساء الخير يا سامة مساء الخير أستاذ رانيا أهلاً بيكي أهلاً بيكي أنا سعيدة أني معيكي جداً أنا أسعد مبدئياً كده عاوزين نعرف منك ترشيحات عن أهم المجموعات القصصية اللي بترشحيها لمشاهديننا النهاردة اللي بيحبوا يقروا القصص القصيرة أكيد طبعاً طبعاً لما نقول قصص قصيرة لازم طبعاً نسكه للأستاذ الكبير أستاذ يوسف إدريس لأنه حقيقي كان بارع جداً فيها فأنا برشح لهم للأستاذ الكبير يوسف إدريس بيت من لحم وأنا سلطان الوجود دول فعلاً حاجة تقيلة وفي نفس الوقت من القصص اللي أنا شخصياً أحبها جداً جميل طبعاً وطبعاً عمنا خادي شلبي طبعاً أنا أحب له جداً هي تعتبر رواية قصيرة مش قصة قصيرة ولكن هي فعلاً فعلاً مميزة جداً متعباقة فعلاً من الأعمال المميزة واللي أعتقد لازم تمر على معظمنا يعني كماتنا أستاذة نورة ناجي من الكتاب المعصرين لها مجموعة قصصية جميلة جداً اسمها مثل الأفلان الساسجا برضو بتحكي أكتر من قصة ولها تأثير على النفس البشرية جداً ممكن كمان أرشح علي قد ملخص ما سبق مميزة مميزة ممكن كمان أستاذ أحمد القرملاوي قميص لتغليف الهدايا برضو مجموعة مميزة جداً وممكن برضو طارق عز أحب أرشح موت مع الكثير في التنفيذ يعني دول اللي أنا في بالي في الوقت جميل مين من الكتاب الأجانب أو من كتاب الغرب اللي تحبي إن إحنا نقرالهم في القصص القصيرة اللي كتبينها؟ أنا شخصياً بحب جداً ستيفن كينغ وإددر ألانترو بيسيبوا بصمة في كل قصة بيكتبوها وبيكون فعلاً العمل بتاعهم مميز مش مش قصة قصيرة عادية بيحبوا يضيفوا أشوء يعني نوع من الأنواع للسوسبنز جميل في رأيك هل في إقبال على القصص القصيرة ولا الإقبال بيكون أكتر على الرواية؟ من وجهة نظري المصر حالياً أو القراء في مصر بيتجهوا أكتر للرواية أكتر من الكصص القصيرة هي اللي منتشرة أكتر وهي اللي هي الاهتمام الأكبر وده طبعاً بيرجع لأنه الرواية بنندمج معها أكتر بالضبط ممكن نقول إنه آه ممكن تكون هي بنندمج مع شخصياتها أكتر بنعيش معها أكتر فبالتالي التوجه بيكون للرواية أكتر من الكصص القصيرة صحيح أنا كمان على فكرة على المصر الشخصي بحب جداً قراءة الرواية أو بحب أكتر أقرأ روايات لأنه حقيقة الرواية بتعيش معها وبتعيش مع حكايتها وبتعيش مع أبطالها ودايماً بتبقى وغدة من الجزء يعني كده أو بتسيب فيكي أثر معين بعد ما بتقريها وخاصة طبعاً لو رواية حبيتيها وتأثرت بحكايتها وبأبطالها كلميني شوية عن القراء المبتدئين حبيت رشح لهم إيه من المجموعات القصصية القصيرة ولا تفضلي أكتر أنهما يبتدوا بروايات من وجهة نظري أنا شايفة أنه لو حد لسه بيبتدي يقرأ يبتدي برواية ليه رواية؟ لأنه المجموعات القصصية أو القصص المصيرة بشكل عين بتكون مركزة قوي ودسمة جداً فبتطل حد لسه بيبتدي يقرأ ممكن يستفع بالأمر لأنه أنا بحكي لك تقريباً رواية على الصفحات قولية جداً بزبطة 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 بحكي خلونا نطلع للفاصل ونرجع نستقبل ضيفي في الستوديو الكاتب الدكتور سامح الجباز صاحب كتاب الكشف عن تيكاف المصري بجأنا لحضراتكم مرة تانية وبرحب طبعاً بضيفي اللي منورني النهاردة في الستوديو الكاتب الدكتور سامح الجباز صاحب كتاب الكشف عن تيكاف المصري أهلا بحضرتك منورنا يا دكتور الكتاب شايخ جدا وأكتر حاجة عجبتني زي ما كنا بنقول كده وكنت بدردش مع حضرتك قبل التسجيل أنه حضرتك سبت النهاية مفتوحة أو سبت التحديد للقارئ يعني محددتش مين الكاتب اللي تقدر تلقبه بيتشيكوف المصري فعلا هو هدف الكتاب هو تسليط الضوء على مشوار للقصة القصيرة تحديد أنا حددته في 48 سنة من عالم القصة القصيرة من بداية التلاتينات ومرورا بعدد كبير من الأسماء العظيمة جدا اللي كل حد فيهم أدى دور مهم جدا في تطور القصة القصيرة المصرية وبالتالي أنا بالنسبة لي ما كانش هدف الكتاب حل لغز من هو شايكوف المصري ولكن العنوان جاء انطلاقا من مش فكرة العنوان جاء الحقيقة من حوار قراءته في 2004 لأستاذ نجيم محفوظ وهو كان من أطلق على الكاتب محمود البداوي تشايكوف المصري ثم بعدها بسنوات في أحوار للكاتب يوسف إدريس كسمى نفسه بقى واتخذ على نفسه هذا اللقب فالحقيقة هنا دي كانت نقطة الانطلاق اللي أنا بدأت بيها من مضوع الدراسة إيه اللي خلي حضرتك تفكر في الفكرة دي أو إيه اللي خلي حضرتك تهتم بموضوع القصص القصيرة بشكل عام؟ هو أنا مهتم الحياة في السنوات الأخيرة بإعادة قراءة الأدب المصري بشكل مختلف يعني ده يعتبر المحطة التانية هذا الكتاب المحطة الأولى وكان لها الشرف أن حضرتك تضفتيني فيه هو كان تاب محفوظ والصحار أسرار روائية وديه المحطة التانية عن عالم القصة القصيرة فيه من بدايات التلاتينات إلى بدايات التمانينات هو عالم الأدب بالنسبة لي هو عالم متكامل سواء الرواية أو القصة القصيرة يمكن تشجعت فيه الدخول لعالم القصة القصيرة في هذه الدراسة نتيجة أنها في السنوات الأخيرة أصبحت مظلومة أصبح الفن المهمل الذي لا يلتفت إليه أحد ومن النادر أن أصبح فيه حد بيكتب أو ينشر مجموعات قصصية فشعرت يعني أن من واجبي إعادة الاعتبار لعالم القصة القصيرة اللي كان بيقود الأدب لسنوات طويلة ويعني من هنا بقى بدأ اهتمامي أن أنا أدرس هذا العالم ويمكن أعيد لفت الانتباه إليه حاليا الحقيقة أن حضرتك أشرت لرواد القصص القصيرة من وجهت نظرك مين تاني من رواد القصص القصيرة من الكتاب المصريين اللي حضرتك كنت تحب يمكن أن تشير إليهم هو الكتاب الحقيقة كان صعب أن احنا ومستحيل أي باحث عموما يتناول هذا الكام من الكتاب على مدار هذه السنوات مثلا على مدار خمسين سنة لكن اخترت أبرز المحطات لكن طبعا احنا في عالم القصة القصيرة المصرية فيه أسماء كتير جدا في الفترة الزمنية اللي أنا اخترتها كان فيه مثلا أستاذ محمود طيمور كان فيه يحيح حقي كان فيه إبراهيم عبدالقادر المزني الكتاب بقى بيمر على هذه الشخصيات العظيمة جدا من الرواد ومرورا بقى بيوسف إدريس ومحمود البادوي زي موطر حاليا أنا حددت فترة زمنية لأن يعني لما بنقدم دراسة سواء علمية أو أدبية من وقت طبعا من أساسياتها تحديد فترة زمنية لأن مستحيل ندرس مثلا مية سنة أو نفتح الموضوع بشكل واضح وإلا هتبقى الموضوع يلخبط القارئ وغير محدد الدرسات الأدبية لازم تكون محددة هي الأدبية أو العلمية عشان كده أنا حددت موضوع القصة القصيرة ثم حددت عدد أو السنوات اللي أنا هتناول فيها ثم حددت كمان حضرتك الأدباء اللي هم بدأوا بدأوا يعني هتلاحظ أحرك أن الكتاب بدأ بعدد من كتاب قصة قصيرة فأشبه من المارسون اللي هو في النهاية بيقف منهم بعض الكتاب وبيكمل معانا اتنين تحديدا هم يوسف إدريس ومحمود البدوي هم اللي بيكملوا لنهاية الكتاب إيه اللي حددتك وصلت له من خلال الأبحاث ومن خلال كل المصادر اللي رجعت لها عشان تقدر تكتب عن كتاب حددتك والحقيقة طبعا أنا يعني أعملت بحث أكتر من سنة إعادة قراءة لهذه الأعمال الأدبية القصصية وإعادة قراءة للأعمال النقدية اللي تناولتها والحقيقة كان موضوع الأعمال النقدية المصادر بتاعته والكتب والمراجع كتير جدا كان يمكن حوالي خمسين كتاب بما فيهم مقالات نشرت احنا هنا منتكلم عن فترات زمنية تلاتينات واربعينات وخمسينات يعني السنوات طويلة فرجعت المصادر سواء عن طريق المقالات اللي نشرت في المجلات أول حقيقة كان في ميزة تجميعها في شكل كتب لبعض النقاد وده اللي خلاني أن أنا يعني أتناول هذا العالم بشكل تفصيلي ويعتمد على ما ذكره وما ناقشه النقاد وما كتابه النقاد في هذا الزمن ثم رؤيتي بقى الشخصية لأن النهاردة حضرتك مستحيل يعني ده من وجهة نظري أن هذا الجيل وفي سنة 2024 نظل نقرأ القصص أو الروايات بنفس القراءات التي قرأت في الأربعينات أو الخمسينات أكيد وده اللي أنا كنت لسه عايز أقول لحضرتك أنه أعتقد أنه في التلاتينات وفي الأربعينات في الخمسينات كانت أكبر فترة لإزدهار الأدب بشكل عام والإزدهار طبعا القصص القصيرة وغيرها من أنواع الأدب لأنه وقتها ما كانش فيه وسائل أخرى تقدر تشد القارئ عن الإراية أو عن الكتاب طبعا القراءة كانت هي رقم واحد وكان في هذه الفترة عدد الصحف والمجلات يعني بالعشرات والمئات طبعا فده كان طوب الوقت كانت وسيلة التسلية تقريبا الوحيدة اللي كانت موجودة كانت أبواب مفتوحة للكتاب أيوة وكان لها يخلو مجلة أو جريدة مثلا من صفحة أو صفحات فيها قصص قصيرة أو روايات تنشر مسلسلة حتى كان فيه طبعا عدد كبير جدا من المجلات المتخصصة زي مجلة الرسالة مثلا كانت متخصصة في الأدب واستمرت سنوات طويلة وقدمت عدد كبير من الكتاب وأولهم نجيب محفوظ نفسه فكان زمان المتعلم برضو المجتمع المتعلم اللي هو لفندي بقى اللي هو كان مختلف فيلبس بادلة وطربوش ده طول الوقت معه جورنان أو مجلة بيقرأوا بقى مثلا وراكب التروماي اللي هو زمان وهو مثلا ماشي بيتماشي وقعد على القهوة مثلا القراءة هو مسافر القراءة كانت الفعل اليومي اللي هو بتاع الحد اللي هو قارئ أو مثقف أو حتى مجرد أنه هو متعلم وبالتالي زي ما حددتك ذكرت كانت في هذه الفترة هي العصر الزهبي للقصة حتى لدرجة لما ظهر بعد كده الراديو أصبح في تخوفات يعني نقرأ عنها يقول له حركة ده الراديو بقى هياخد الناس من القراءة مطموش لسه بقى عارفين السوشال ميديا ولما ظهر التلفزيون قالوا نفس الكلام ده التلفزيون هياخد الناس من القراءة ولكن الحقيقة ده ما حصل ولما ظهرت السوشال ميديا بس كان الحقيقة برضو يعني احقاقها للحق وكان في هذا الزمن ظهور الوسائل زي الراديو أو التلفزيون استفادوا من الثقافة لأنهم كانوا بيحولوا يعني أعمال أدبية كتير جدا تحولت إلى أعمال درامية سواء في الراديو أو في التلفزيون فخدمت الثقافة فإن هي نقلت القصة من عالم القراءة للمتعلمين لأن حددك طبعا في هذا الزمن كان عدد المتعلمين قليل فنقلتهم للمستمعين اللي هو ممكن يكون فلاح مثلا في الغيط علشان كده حضرتك مثلا جات شهرة كتابك كبار جدا عن طريق الراديو مثلا قصص نجيب محفوظه وإحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي وغيره تلاقي مثلا حد غير متعلم بس عارفهم يقولك أنا أصلا عارف أنا عرفت الرواية دي أو عارف نجيب محفوظه عشان سمعت مثلا المسلسل الإزاعي بتاعه كذا ألف ليلا وليلا مثلا ناس عرفتها من الراديو حاجات كتيرة جدا فكان الراديو والتلفزيون يخاطب بقى الفئات اللي هي غير متعلمة ويوصلها جميل اسمحني نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع حضرتك عن القصة القصيرة نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم على طويل رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورني النهاردة في الستوديو الكاتب الدكتور سامح الجباز صاحب كتاب الكشف عن تشيكوف المصري أهلا بحضرتك مرة تانية أهلا بك وببساطة عايزة حضرتك تقول لنا بالزبط تعريف القصة القصيرة أو تعريف القصص القصيرة من وجهة نظر حضرتك طبعا اللي كتبته في كتابك لأنه أنا الحقيقة يعني بشكل شخصي بشوف بأنه القصص القصيرة هي سرد أو حكايات كتيرة بس بيكون يعني سردها بشكل أسرع وشكلها مضغوط أكتر يعني تبقى دايما مكثفة أكتر عشان نقدر نوصل للحكاية ولكن بشكل أقل فعلا وظام حراك ذكرت والقصة القصيرة لها تعريفات كتيرة لكن هي ببساطة يعني هي موقف زمنية محددة وعدد صفحات محددة وزي محراك قلت بيعتمد العالم القصة القصيرة الواحدة على التكسيف يعني البعد عن التفاصيل يعني بيبقى لقطة أو موقف أو مشهد الكاتب بيعبر عنه وممكن يبقى خارجي يعني الشخص مثلا بطل القصة مع العالم أو داخلي عالم داخلي زيها مثلا قصة همس الجنون اللي نجيب محفوظ هي كلها بتدور جوه عقل هذا الشخص الذي وصيبه في لحظة معينة هو في الشارع قاعد على القهوة بلحظة جنون معينة وبيفكر يرى الناس إزاي وقام يعمل حاجات غريبة بقى في الناس يضربهم أو يعمل حاجات غريبة فهنا العالم الداخلي للبطل أحيانا يبقى هو اللي بيقود الموقف لكن في النهاية بيحكمنا زمن يعني القصة ممكن تبقى في خلال دقائق زمنها أو بتدور أحداثها في خلال ساعات أو يوم بالكتير لكن مش سنوات مثلا زي الرواية مايبقاش فيها شخصيات كتيرة زي الرواية مليئة بالشخصيات ممكن بشخصية واحدة أو اتنين مثلا بتستغنى عن التفاصيل أو التطويل أو الشرح الزائد للحكاية مهم جدا لأن عدد الصفحات أو عدد كلمات القصة هو اللي بيحددها وإن كان برضو كان في أحد يعني فتر من زمان مثلا كان فيه قصص قصيرة مثلا 30 صفحة لأن ما كانش فيه في التلاتينات والأربعينات ما كانش فيه فاصل قوي ما بين القصة القصيرة وما كانوش يعرفوا الرواية بتعريفها الحديث فكانوا ما تطول قوي القصة فيسموها قصة طويلة حتى ما كانش وصلوا لمرحلة أنه تعريف كلمة الرواية لأنها حديثة رواية ظهرت حديثا فكانت القصة لما تبقى مثلا 30 صفحة أو أكتر فيسموها قصة طويلة لكنها تظل تحت بند القصة ولاست رواية وده طبيعي لأنه أنواع كتير من الأدب تطورت بالوقت وبالزمن وبالعصور أعتقد أنه ده طبيعي فعلا علشان كده هو هدف الكتاب هو حكتين القصة تطورت والنقد تطور علشان كده حضرتك الرؤية النقدية اللي موجودة في كتابي هي من وجهة نظر رؤية يراها القراء أو الكتاب في هذا الزمن لأن النظريات النقدية اللي بنى عليها مثلا نقد القصص مثلا في الأربعينات أو خمسينات أو كده تطورت فيها توقفت أو تغيرت وفيه ظهرت نظريات نقدية مختلفة فيما بعد عشان كده النهاردة كان يعني هدف أو أحد أهدف الكتاب الحقيقة هو إعادة قراءة وده اللي أنا يعني بعتبر هو التعريف للكتاب أفضل هو إعادة قراءة بشكل عصري لعالم القصة القصيرة ورواده هل في مقاومات معينة من وجهة نظر حضرتك لقصة قصيرة أو لكتابة القصة قصيرة؟ طبعا هو الحقيقة أن الكاتب كاتب القصة قصيرة بيكون شخص لماح جدا أنه هو يلتقط لقطة معينة ويقدر يوصلها لنا بشكل واضح جدا نفهمه ونحس به في أقل عدد ممكن من من الكلمات هتجد حرقك أن أشهر القصص القصيرة مثلا مثلا قصة قصيرة كنا من الدرسة الزمانية قصة نظرة عليه يوسف إدريس اللي عبارة عن صفحة واحدة بنت خادمة بيتماشي في الشارع شايلة طلبات وبساطة فبتشوف أطفال بيلعابه وهنا بيوصف بساطة جدا نظرتها وهنا فكرة كيف يعني سرقت طفولة هذه الطفلة في صفحة واحدة بس قدر يوسف إدريس يعبر لنا عن عالم هذه الطفلة ونشعر به وفي خلال كلمات قليلة وصفحة واحدة الموضوع ده بقى لو خدناها وعملناها رواية هيبدأ بقى بشكل مختلف فنجيب بقى الطفلة وأهلها وجات بينين وإزا انتقلت إلى المدينة وإيه الظروف اللي خلتها تشتغل وده دهكتل طبعا بالزبط حركة ده مثلا الفرق بين فكرة طفلة تعمل كخادمة مثلا ككصة قصيرة نظرة ليوسف إدريس ونفس الفكرة إلى حد ما في نحن ولكن نزرع الشوك في رواية طويلة جدا ليوسف السباعي رواية من جزئين وهي تقريبا العالم في حاجات كتيرة مثلا وندها ككصة طويلة شوي يعني بتكلم حركة في 10-15 صفحة إنما نظرة دي هي صفحة واحدة بس فهنا حضرتك هو هنا الكاتب إزاي يلتقط شخصيات أحيانا من الحياة زي ما بيقول محمود البدوي إن تقريبا معظم قصصه كان سببها أو من أو حاله بيها شخصيات قابلها وماشي في الشارع وهو مسافر مثلا في سفرياته اللي بره مصر أو هو قاعد على المقهى مثلا في يلتقط شخصيات معينة تبدأ تختمر في زهنه عليها وتتبنى قصة ومن هنا برضو اختلاف الأدباء عن بعض أكيد أكيد لقاء الكاتب محمود البدوي مع العالم فرويد ده أثر إزاي على كتاباته وأثر إزاي بعد كده على مشواره الأدبية الحقيقة أنا لاحظت يعني من خلال دراسي القصص إن هو طبعا اللقاء ده كان في بداياته خالص في سفره للنمسا ويعني قبل أن يتوجه وينغمس تماما في عالم القصة قصيرة لكن أنا لاحظت إن عالم محمود البدوي الرغم إنه قصص قصيرة أكتر من 300 قصة قصيرة كتبها اللي إن فيها يعني فيها ركائز أساسية موجودة تقريبا في كل القصص وهي المرأة الجميلة الفتنة ثم غالبا إغواء المرأة للرجل ثم على علاقة الحب الملتبسة اللي ما بين الرجل والمرأة تقريبا دي موجودة في كل قصص ولدرجة إن هي أحيانا في بعض القصص وعلى حسب ما أنا يعني رأيت في كتابي إن أحيانا تبدو مفتعلة في بعض القصص وأحيانا تبقى غير منطقية نتيجة الظروف بتاعة القصة لا تسمح أصلا بوجود هذه الأفكار أو إن الشخصيات فعلا تتجه هذا التوجه ولكن يبدو لي أنه تشبع تماما بأفكار فرويد عن الرجل والمرأة وأصبح ده يعني عالمه اللي هو يجد فيه نفسه بكل المقيس سواء المرأة مثلا أجنبية أو بنت بلد أو في الصعيد أو في القرية أي أن كان مستوى المرأة وأفكارها اللي إنها دائما هي والرجل في علاقة فرويدية جدا جدا جميل طيب خليني أعرف من حضرتك أثناء البحث إيه أكتر القصص للكتب محمود البدوي اللي أثرت في حضرتك وشايف إن هي حقيقة قصص مؤثرة جدا هقول لحضرتك وطبعا يعني كان إنتاج محمود البدوي غزير جدا زي موط الحراكة هو حوالي 375 قصة قصيرة وعالمها مختلف ومتنوع ما بين عالم المدينة أو عالم البنسيونات وده كان من مميزات محمود البدوي الحقيقة أنه خرج بالقصة القصيرة أولا إلى عالم الناس البسطاء والمهمشين في القرى والريف والصعيد وعالم البنسيونات عالم الأجانب الخواجات اللي عايشين في مصر عالم محافظات أخرى غير القاهرة السويس مثلا فيها قصص قصيرة وصفر محمود البدوي خارج مصر فيه رحلات أو حاله بعدد كبير جدا من القصص اللي بتدور أحداثها على غير المتوقع أن كاتب مصري يكتب قصص قصيرة بتدور أحداثها في روسيا في هونج كونج في الصين في الهند وأنا الحقيقة يعني بحب يعني بميل جدا للقصص اللي هي بتدور أحداثها في الصعيد زي الزئاب الجائعة مثلا لأنها علامها مختلف تماما أو عبدة الإبن الضال عوالم مختلفة ومميزة وزات بصمة لكن الحقيقة هو عالمه عشان متنوع أعتقد أنها يجزب عدد كبير من القراء خلينا ننتقل للكاتب يوسف إدريس وأكتر القصص اللي كمان أفرت في حضرتك كتبها الكاتب يوسف إدريس من خلال البحث لحضرتك عمالته هو الحقيقة يعني هو يوسف إدريس أستاذ فعلا في عالم القصة القصيرة لأنه هو يعني أكتر حد قدر أنه هو ينقل القصة القصيرة لعالم أنه كان تم تقرأ القصص القصيرة بالزاد في بداياته بيختفق من اللحظة الأولى يعني من أول سطر كده بيختفق وبيدخل في الموضوع بشكل مباشر وقوي وجريء بعكس أن القصة القصيرة وقتها أو ما قبله كانت يعني هادئة شوية زي قصص مثلا محمد عبد الحليم عبد الله بتبقى الأمور هادئة ورتيبة الحقيقة من أول مجموعة قصصية وهي أرخص ليالي الحقيقة بتجد حضرتك أنه هو عالم جذاب جدا وما زالت قصة حقيقة أرخص ليالي بالنسبة لي أنا شخصيا بالنسبة لي هي آيكونة وعايز أقول له حضرتك أن أنا في سنوات سابقة وكنت بعمل في شركات أدوية كنت في فترة من الفترات كنت بجد في بعض قصص يوسف إدريس بتدور حول النفس البشرية تحديدا بستعين بيها لما بكون بعمل مثلا محاضرات لبعض الدكاترة وأذكر تماما كانت أرخص ليالي يعني ده عالم تخلي حراك مختلف لكن تأثري وإعجابي بهذه القصة أن هي استخدمتها في عالم الأدوية كنموذج لحالات مرضية معينة وما زالت الحقيقة أن القصة دي بالنسبة لي مهمة لكن هو قصة طبعا كتير جدا أنت عندها زي ما ذكرتها حضرتك كتير جدا اللي هو أنت طول الوقت قدام وفرقات بتختفق جميل ليه حضرتك قلت أنه الكاتب محمود البدوي سبق الكاتب يوسف إدريس ومن وجود نظرك سبقه في إيه؟ هقول لحضرتك هو هنا فكرة أنه سبق أنا أتكلم على تحديد زمني يعني النهاردة إحنا ما بنيجي نتكلم مثلا عن مثلا اختراع مثلا التلفزيون فنقول أنه ده تم في سنة كذا أو التلفزيون المصري بدأ في سنة كذا ده حقيقة حقيقة زمنية فهنا في كلمة السبق هنا حضرتك استخدمتها في تحديد زمن يعني مثلا في عالم عمال الترحيل محمود البدوي كتب قصص قصيرة عن عالم عمال الترحيل الفلاحين قبل ما يوسف إدريس يكتب الحرام بتسع سنين مثلا وهي روايته الأشهر عن عمال الترحيل فهنا أنا أتكلم على السبق الزمني في تحديد الموضوع في اكتشاف ده لأنه على فكرة ما كانش حتى بيكتب في هذه العوالم مثلا زي ما ذكرت لحضرتك عالم الخروج برة دايرة المدينة كان في هذه الفترة مثلا نجيب محفوظه عبد الحميد جودة الصحيح حار كانوا بيكتبوا قصص قصيرة ولكن كان عالمهم لحد ما مرتبط بعالم الموظفين والطبقة الوسطى وعالم القاهرة وشوارع اللي هم أبنائهم لكن عالم الريف لم يجد من يعبر عنه بالذات الطبقات المهمشة المعينة بتجد حضرتك مثلا برضو عالم المستشفيات يعني الأحداث اللي بتدور أحداثها حول الجنون أو المرضى أو الأطباء تميز بها يوسف إدريس لكن قبلها بسنوات كان محمود البدوي بيكتب قصص في هذا الإطار عالم مثلا السفر بالقطار والرحلات وغيره برضو أو يمكن هو برضو أنا عايز أقوله حركة الفرق مش بس أنه سبقه زمنيا بحكم أنه أكبر منه سنا بحوالي 19 سنة لكن هنا فكرة الأفكار يعني أنا هنا ممكن حد يطرح فكرة في زمن معين وهذه الفكرة تسبق زمنها مش بس سبقت يوسف إدريس سبقت كل من عصاروه وهنا فكرة أن حد بيكتشف أو يفتح طريق جديد وهو ده مهم عشان كده أنا ليه يعني استخدمت أو ركزت أكتر تصليط الدوق كان على يوسف إدريس ومحمود البدوي لأنهم أكتر ناس أخذوا القصة القصيرة المصرية لعالم جديد خرجوا بره التقليدية وخرجوا إلى الناس الحقيقيين اللي هم عمال وفلاحين ومسافرين وسوئين وعمال في الميناء لأن زي ما ذكرت الحراك كانت القصة القصيرة اللي هي التقليدية الموظف اللي بيروح شغله اللي كذا الناس القهوة المدينة القهارة المدينة اسكندرية إنما نقرأ مثلا عن فلاح وإسمه كذا أو يوسف إدريس يكتب قصص قصيرة عنوانها بالعامية دي ما كانش موجود حضرتك شايف إنه القصص القصيرة تصلح إن إحنا نطرح من خلالها قضيانا الاجتماعية مشاكلنا الاجتماعية ولا الرواية بتكون أفضل في ده وده حياء بيعتمد على حرفية الكاتب يعني يوسف إدريس مثلا طرح قضايا كتير جدا في قصص قصيرة حديثة شرف هي قصة قصيرة أن نبدأها مع أنها تحوالك ده لفيلم لكنها في الأصل قصة قصيرة حاجات كتير جدا قدمت قدمها مثلا يوسف إدريس في موضوعاته هي كانت في الأصل قصة قصيرة وغيره يعني مثلا البستاجي اللي يحيى حقي هي مش رواية هي قصة قصيرة هي صحيح عدد صفحاتها كبير شوية لكنها ليست رواية لكنه ناقش فيها برضو قضايا فكان في هذا الزمن ممكن جدا الحسب حرفية الكاتب أن يلتقط زي جمهورية فراحات مثلا هو في مستشفى للصول وبيجيبوله واحدة يقوله دي مجنونة ثم نكتشف من خلال هذه القصة عن هذه المرأة الإرس العائلي وإخواتها ومارسها هم اللي بيزقوها في هذه الحتة عشان يبقى مجنونة فددخل المستشفى ويرسوها بشكل ما فهنا أفكار كتيرة جدا وهي قضايا طرحت في قصص قصيرة وزي ما قلت الحرك ده بيعتمد على حرفية الكاتب أنه هو يقدر يتناول قضية واحدة ثم يقدم شخصية رمزية شخصية ترمز إلى هذه القضية ويقدمها الحقيقة عدد كبير من كتاب القصة القصيرة نجحوا في ده إيه الأكثر إقبالا علي تفتكر القارئ القصص القصيرة أو الرواية هو حاليا ومن سنوات مثلا من خلال آخر عشر سنين هي الرواية لكن كان في الفترات اللي أنا تناولت فيها كتابي تلاتينات واربعينات وما بعدهم كانت القصة القصيرة واستمر على فكرة الكتاب بيكتبوا الاتنين مع بعض يعني نجيم محفوظ وعبد الحميد الصحار ويوسف إدريس نفسه كان بيكتب القصة القصيرة وبيكتب الرواية طبعا محدش أخلص على عالم القصة القصيرة غير محمود البدو والحين هو كتب قصص قصيرة فقط لكن للأسف في السنوات الأخيرة أصبح من النادر أن حد بيكتب الفئتين القصة القصيرة والرواية فيه برضو حد يعني مثلا مخلص على عالم القصة القصيرة زي الدكتور محمد المغزنجي لكن معظم الكتاب بيكتبوا رواية أكتر والحقيقة ده برضو يمكن توجه اللي خلاني أن أنا أقول عايز ألفت الانتباه ده فيه فن تاني والفن التاني ده كان رائع وكان فيه ناس مهيدة الطريق وقدمت أعمال عظيمة ما ينفعش أن نقفل صفحته صحيح صحيح الأكثر تحويلا للأعمال الدرامية والسينمائية القصص القصيرة أو الرواية هي الرواية طبعا أكثر بحكم أن هي فيها أحداث وشخصيات وتفاصيل وفترات زمنية طويلة فما نيجي نعمل فيلم مثلا ساعتين لازم يكون فيه شخصيات وفيه موضوعات وفيه حبكات مختلفة يعني الرواية فيها حبكة رئيسية لكن كل الشخصيات وكل حد ليه الحبكات الفراعية بتاعته أو المشاكل بتاعته ده موجود في الدراما القصة القصيرة غالبا بتبقى موضوع واحد حبكة واحدة زي ما مثلا قلت الحراك كنموذج البستاجي هو موضوع واحد اللي هو البستاجي اللي بيفتح الخطابات هو موضوع واحد والبنت المجهولة وحبيبها موضوع واحد بس ما تحول فيما بعد الدراما فاتعمل حواليه شخصيات أخرى عشان دي قرية فما نيجي نعمل دراما فنكبر بقى شخصية العمد اللي هي ممكن تبقى صويرة الخادم اللي كذا لكن الرواية بتدينا مساحة أكبر كمان احنا في الرواية يعني مين الأكتر تحويلا الرواية الرواية طبعا الرواية أكتر طبعا الرواية أكتر لأنها زي موضوع حرارة أسهل كمان اه اتكلمت كمان عن الكاتب يوسف السباعي والتحدي اللي كان ما بينه ما بين الكاتب محمود البدوي تكلمني عنه هو أنا حقيقة ممكن معضوع التحدي ده أنا شفت إنه هو كمّن يعني كمّن إنه هو في الفترة اللي تخصص فيها كان محمود البدوي تقريبا أكتر حد بيكتب قصص قصيرة قبل ظهور يوسف إدريس في الفترة التلاتينات واربعينات وظهر يوسف السباعي في فترة الأربعينات ولكنه لما ظهر كان غزير الانتاج في القصص القصيرة بشكل يوازي محمود البدوي تقريبا فكان ممكن في خلال سنة واحدة يبقى في مجموعتين قصصياتين مثلا ليوسف السباعي ممكن يبقى مثلا 25 أو 30 قصة قصيرة في سنة في مقابل مثلا 10 قصص لمحمود البدوي أو غير واستمر انتاجه الغزير في القصة القصيرة لحد ما تحول إلى الرواية فيما بعد أخدته عالم الرواية لكن الحقيقة يوسف السباعي منذ بدايته وكان غزير الانتاج وتقريبا كل سنة كان بيصدر مجموعتين قصصياتين وتقريبا ده كان الوحيد حتى محمد عبد الحليم عبد الله عنده ممكن مجموعة واحدة في السنة فكمان في بدايات يوسف إدريس يعني دي أنا لاحظت أنه أول قصص كتبها كانت على العكس المشهور عنه الرومانسية لا يعني مثلا بين أبو الريش وجنينة ناميش وهي أول قصص مثلا كتبها كلها عن العالم البسطاء اللي هم عايشين في منطقة السيدة زينب اللي هو واحد منهم بيشتغل بيلعب أراجوز حد منهم بيبيع بيشتغل في مصمت اللي هو الشخصيات الشعبية اللي هي قريبة من عالم محمود البادوي مع أنه هو وهنا من وجهة نظري برضو أنه هو هنا كان يعني ربما يكون تأثرا أو حبا في هذا الكاتب لأن يوسف إدريس الطبقة الاجتماعية بتاعته مش هي دي يعني مش هو أو ابن ابن القاهرة وهو طبعا يعني كان تعليمه مختلف ووالده كان مترجم وأديب وفوضعه مختلف تماما لكنه أول ما بدأ كان مجموعاته القصصية الأولى وهي من حينة أنا بحبها جدا وبعتبرها الأجمل كان كل علامة غريب جدا يعني لما تقريح حضرتك عالم تقول ليه وده يوسف السبعي زي روايته المختلفة جدا السقمات سقمات وعالم السقة وعالم القرية والجنازات والرجل اللي بيمشي وراء الجنازات عالم غريب جدا على عالم يوسف السلاعي طبعا دي من أعظم كلاسيكيات الأدب المصري بل الظب ولكن هو بارع فيه جدا وعز أقول له حدوك أن تأثير محمود البدوي في سنة مثلا 56 بييجي كاتب زي عبد الرحمن الشرقاوي أما يكتب يعني يضع مجموعة قصصية يهديها يعمل لها إهداء إلى محمود البدوي الكاتب العظيم اللي علمنا وتعلمنا منه وهكاس فإذن هذا الرجل كانت له بصمة واضحة ومؤسرة على أدباء جيله دكتور سامح يهمني كمان أعرف من حضرتك الأكثر إقبالا على كتاب حضرتك كانوا من الكتاب ولا من القراء لأنه برضو حضرتك قدمت دراسة والدراسة دي فيها بحث مهم وارد أن يكون فيه كتير من القراء أحبوا أنهم يستفيدوا من البحث اللي حضرتك عملته هو الكتاب وإن كان صدر من فترة بسيطة إلا أننا سعيد بالأصداء على مستوينا اللي حركت ذكرتهم أنا أولا من الحاجات اللي أسعدتني جدا وحسيتني أن أنا قدمت حاجة مختلفة أن مع بداية صدور الكتاب والإعلان عن الغلاف تقريبا تخيل حضرتك 90% من اللي كانوا بيسألوني يقولوا لي مين اللي مع يوسف إدريس على الغلاف وده في حد ذاته حسسني أن أنا قمت بدور مهم أن تقريبا ما كانش حد يعرف من هو محمود البدوي فده في حد ذاته حسسني أن أنا لأ الكتاب ليه دور مهم أن نعرف الناس بعد صدور الكتاب اللي حالي في خلال الفترة اللي فاتت في الندوات كان فيه مزيج ما بين الاتنين كتاب وقراء كلهم أجمعوا لأننا عايزين نعرف مين محمود البدوي وإزاي يصل وفيين كتب وقلقيت الدوع على شخصية يمكن تكون شخصية مؤثرة جدا بس للأسف ما خدتش حقها في الشهرة أو في الانتشار حتى من قرأ حضرتك يوسف إدريس كان فيه تعليقات حتى بإحنا عايزين نقرأ بشكل تاني وهنا على فكرة هو إعادة يعني إعادة النظر وإعادة قراءة لهذا العالم وأعتقد أن في الفترة الجاية يمكن يكون فيه اهتمام حتى بإعادة إصدار التخال الحركة على فكرة لأن محمود البدوي كتب ومعتش موجودة يعني هزي المجموعات القصصية أو 375 قصة قصيرة مش موجودين ده الطبعات اللي أنا رجعت إليها كانت طبعات قديمة جدا وبتجدية حركة مثلا في الكتب المستعملة وكده أنا عملتي سورش فعلا ما لقيتش فيه معلومات كتير عن كتب أو ما لقيتش فيه كتب متوفرة موجودة آخر آخر طبعا يمكن كانت من أكتر من عشر سنوات مع الهيئة المصرية العامة للكتاب كان عامل مجلد أعمال كاملة لي تقريبا مثلا من عشر سنوات فمثلا أنا بشوف أن ده بشوف أن إعادة أعماله طبعا طبعا وإعادة تقديمه بشكل مختلف ده أكيد كان مهم جدا وأكيد ده كان مفيد جدا من وجهة نظر حضرتك إعادة قراءة حد زي يوسف السباعي في أشارة القصص ليه إعادة قراءة قصص لمحمد عبدالحليم عبدالله كانت لها بصمة برضو ده موجود في الكتاب فأنا بالنسبة لي إعادة قراءة هذه يعني هذه الكوكبة من الكتاب حتى إحسان عبدالقدوس استشهدت بقصص معينة قد يمر عليها القارئ مرور الكرام لكنها لا كان وراها كان وراها بصمة تركت بصمة كان عالمه يعني بعض القصص مثلا أشارت إليها كان في الزمن ده ما كانش حد بيكتب ده فهنا لازم نعيد قراءة القصص في زمنها ونشوف البصمة اللي تركته على القراءة أنا بشكر حررتك على وجودك معنا النهاردة حقيقة حلقة ممتعة جدا وقلقنا الدوق على القصص القصيرة اللي كمان لها جمهورها ولي كمان لها محبيها بشكل عام وقلقنا الدوق كمان على اتنين من أكبر كتاب القصص القصيرة مرسي دكتور أشكرا بصدراني أشكرا جدا مرسي دكتور سامح بشكر طبعا دي في اللي كان منوارني النهاردة قال دكتور سامح الجباز صاحب كتاب الكشف عن تيكاف المصري وكان معاكم رانيا السيد بشكركم اشتركوا في القناة